أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذرون أن أمن لكم قد نبنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم رسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا قلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجسوا ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب وشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزر الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله اليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المخادرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضوا عنه وأعد لهم جنة تجري تحتها لنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافق ومن أهل المرد على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة أن تطهرهم وتذكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم الله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم رسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم مما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم إما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا جرارا وكفرا وتفريقا من المؤمنين عصادا لمن حارب الله رسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أستجعل التقوى من أول يوم حقا تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أستذ بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أستذ بنيانه على شفاجر بن هارين فانهر به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بن ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسه أم ألهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببايعكم الذي باعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السايحون الراقعون الساجدون النامدون بالمعروف وأنهون عن المنكر الحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشيكين لو كانوا ليقربا من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الزحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه وعده لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواهم حليم وما كان الله ليضل قوما ما عدد هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السمافات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دود الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي المهاجدين والأنصاد الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض فما رحبت طاقت عليهم أنفسهم ظنوا وأن لا مرجع من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين منتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة وحولهم من العراب أن يتخلفوا أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخبصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفغة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون نوادر الله كتب لهم ليجزهم الله وحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون ليغفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتبقهوا في الدين لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا يقاتل الذين لونكم من الكفار الذين دوا فيكم غير الله واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أمسل الصورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضون فزادتهم ججسا لا ججسهم ما توبهم كافرون أولا يرون أنهم يفترون في كل عام مرة مرتين ثم لا يتوبون ولا هم ينظا هم يتذكرون وإذا ما أنذل الصورة نظر بعضهم إلى بعض هل راقوا من حديثم من صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفترون لقد جاكم رسولهم من أنفسكم عزيز عليهم وعندتم حديث عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولى وفق الحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صورة يونس بقية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راب تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا نوحينا إلى رجل منهما ننذر الناس بس الذين آمنوا وأن لهم قدم صدقا عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات الله في ست ديام ثم استوعد العرش دب الرمل ما من شفيع لله من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فعبدوه أفلا تذكرون إليه مردعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدو الخلق ثم يعيده ليجزى الذين عمروا عمل الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب ذليم بما كانوا يكفرون والذي جعل الشمس ضياء والقبرورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار ما خلق الله بالسماوات الأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقانا ورضوا بالحياة الدنيا أطلأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافل أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم إيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين ولو جعجر الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليه مجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في ضغيانه معمهم وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرك ألم دعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمصرفين ما كانوا يعملون ولقد هلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاتهم نصلهم من بينات ما كانوا ليؤمنوا كذلك نجز القوم المجرمين ثم اجعلناكم خلايف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بيناتهم قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع الله ما يوحى إلي إني خاف عصيد ربي عذاب يوم عظيم قل له شاء الله ما تلوته عليكم ولا دراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله فلا تعقلون فمن أظلم ممن افترع على الله كذبا وقذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دود الله ما لا يضرهم لا ينفعهم يقولون هؤلاء شفاء هؤلاء عند الله قل أتنبود الله ما لا يعلم في السماء وتلا في الأرض سبحانه وتعالى عما أشكون وما كان النسل أمتان وحدتان فاختلفوا ولولا كلمة سبغت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا ذقنا الناس رحمة من بعد ضر ومستهم إذا لهم مكر في آياتنا يقولون الله أسرع المكر إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرعوا بها جاتها ريح عاصف وجاهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعبوا الله مخلصين له الدين لإن أنجيتنا من هذه رنكونا من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم بغون في الأرض بغيد الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم مطاع على حياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فرنبيكم بما كنتم دعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إنا مثلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض الزخر فخاو الزينة وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلة النون خيرا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسروا الحسنى والزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجرنتهم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات مثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحابهم نرهم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين اشتقوا مكانكم أنتم شركاكم فزيّلنا بينهم وقال شركاهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم الغافلين هناك تبدع كل نفسهم ما أسلى فتردوا إذا مولاهم الحق يضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السماء والأبصار من يخل الحي من الميت حي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا ضؤفكم قل هل من شركائكم من يهدي للحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي للحق حق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثركم إلا ظن إن ظن لا يظن من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دود الله ولكن نصديق الذي بين يديه وتخصيد الكتاب لا غريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله ودعوا بني استطعتم من دود الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتي من أبيله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك عنهم المفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريئ مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفانت تسمع الصمى ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفانت تهدى العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهل تعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نري أنك بعض الذين عدهم ونطفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسل فإذا جاء رسولهم أضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم يوما ثم قيد للذين ظلموا ذوق وعذاب الخل هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك حقه لكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاتكم وعجتهم من ربكم الشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل برحمته فبذلك فليفرحوها خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رسق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم ما على الله تفترون وما أظن الذي نفترون عند الله الكذب يوم القيامة إن الله ذو يفضل على الناس لكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأنه وما تطلو منه من قرآني ولا تعملون من عمل لكن عليكم شهودا يتفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الرجل لا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا في الآخرة لا تفديد الكلمات الله ذلك هو الفعز العظيم ولا يحزن قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماء وتمن في الأرض وما يتبع الذي ندعون من دود الله شركاء إن يتبعون للزرن وإنه لا يقرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصر إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله لدان سبحانه والغني له ما بالسماء وتما في الأرض إن عندكم من سلطانهم بهذا أتقولون ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون عدى الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مطجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واطلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعضاً لا توكلت فأجمعوا أمركم وشركاكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا لي ولا تنظرون فإن توليت فما سألتكم من أجر إن أجر إلا على الله فأميتاً نكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلق وجعلناهم خلائف ورقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاطبة المنذرين ثم بعثنا من معده رسولاً إلى قومهم رسولاً إلى قومهم فجاءهم من بينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وخاروا ليلة العرم له بآياتنا باستكبر وكانوا قوماً مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولوا در الحق لما جاءكم السحر هذا لا يفلح الساحلون قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبانا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعا نؤتوني بكل ساحر عليم فلما جاء استحر قال لكم موسى ألقوا ما أنتم القول فلما ألقى قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله لا يصدف عمد المفسدين ويحط الله الحق بكلماته وكريخ المجرمون فما من لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون ومليهما يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المصرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعل توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا ودى الله توكلنا ربنا لا تجعلنا في التدلل القوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوى لقومك من مصر بيوتا وجعلوا بيوتك من قبلتا ويقيم الصلاة بشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك ديد فرعون وله زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا لذلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يره العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان لسبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا دركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وانا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببذنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل وهو أصدق وارزقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاستل الذين قرون الكتاب من قبلك لقد جاك الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقض عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاتهم كل آية حتى يرضوا العذاب الأليم فلولا كانت قرية نامنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما منغشقنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ما اتعناه بالله حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأفادت ذكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفسنا تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا من السيام الذين خلوا من قبلهم قل فانظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا نوجي المؤمنين قل يا أيها الناس كنتم في شك من ديني فلا عبدوا الذين تعبدون من دون الله ولكن عبدوا الله الذي طفاكم وأمجت أن أكون من المؤمنين وأن أقم مجهر للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك لا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشام عباده هو الغفوض الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهددين نفسه ومن ضل فإنما يدل عليها وما نعليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صورة هود مكية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد الحكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إن لي لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليهم اتعكم متاعا حسنا إلا جليم مسامى ويؤتقوا الذي فضله فضله وإن تولوا فإني يخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم على كل شيء قدير ألا إنهم يثلون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر